أم يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي زي حضرتك فضلت الشيخ فضل ونعمة الحمد لله آه يبقى حضرتك بس تكريميني بأنك انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو أكرمتين حضرتك بالوقت أنا أنا بصوم طب حضرتك عملت اللي أنا قلتلك عليه وصل وصل حضرتك بتصومي سامعك تفضلي أيوة يعني أنا يعني عايزة أحطي مكياج في بيتي أو قحل أو كده فهل إنه ده يبطل صيامي؟ لا لا يبطل صيامي حاجات دي ما بتتكلش ولا بتدخل إلى الجوف أيوة فخلاص الذي يفسد الصيام هو دخول شيء من الجوف لأن الصيام عندنا هو الإمساك عن عن المفترات والإمساك عن شهوة الفرج هو دوة جوهر الصيام اللي هو الإمساك مع النية فخلاص اللي أنت عملا ده اسمه صيام وليس فيه شيء بالعكس ده ممكن يكون تسابي على ده ممكن تسابي على ده ويضعف لك السواب لأن أنت بتعمل الكلام ده وأنت في عبادة فيكون إن الله جميل أن يحب الجمال بالعكس ممكن تسابي على ده وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويبقى دوة ليس من المفترات في الصيام ترجمة نانسي قنقر